اشتركوا في القناة من برنامج اثنان وخمسون دقيقة اقتصاد عدد اليوم سنحاول فيه التطرق الى ملف الادوية هذا الملف الحساس جدا من خلال التركيز على المخزون التسيير وكذلك خطة التوزيع على مختلف المصالح الاستشفائية عبر القطر الوطني مشاهدي الاكريم ضيفي وضيفكم لهذا العدد السيد سمير فرحات المدير العام للصيدالية المركزية للمستشفيات اهلا ومرحبا بك معنا سيد فرحات اهلا بك وشكرا على الاستضافة ومصرور انا اليوم بتواجدي معكم في هذه القناة المحترمة مرحبا بك سيد فرحات ونبدأ ربما السؤال الاول انطلاقا من الحدث وانشغالات العديد يعني من الشركاء في قطاع الصحة والصناعة الصيدالانية الا وهو ملف او ظاهرة ندرة تذبذب بعض الادوية خاصة الخاصة بالامراض المزمنة عبر مختلف المصالح الاستشفائية ما هي الاسباب يا ترى سيد فرحات شكرا سيدي ظاهرة تذبذب واختلالات التي تعرفها المواد الصيدالانية ليست وليدة اليوم ولا هي لصيقة بصيدالان مركزية للمستشفيات نعم بل عديد من الدول خاصة اوروبا تعرف نفس المشاكل تعلمونها جيدا بان دول مثل فرنسا والمانيا وسويسا عرفت مشاكل فيما يخص عرفت مشاكل فيما يخص هذا الندرة واختلال فلنقول اختلال في هذه المواد الصيدالانية بالفعل عرفت مستشفياتنا والمؤسسات الصحية بصفة عامة بعض الاختلالات فيما يخص بعض المواد الصيدالانية لنعود لأسباب هذه الاختلالات الأسباب الاختلالات تعود أساسا إلى عدم تحكم المؤسسات الصحية في الاحتياجات التاحة المعبر عنها أثناء تحضير الصيدالان المركزية للمستشفيات لبرنامج مشترياتها وموازنتها هذا بالفعل فهي تتجاوز عادة الاحتياجات المعبر عنها سالفا يعود هذا التجاوز عادة لغياب منصة أو نقول منصة معلومات مبتوقة فيما يخص مستهلكات هذه المؤسسات الصحية يعود كذلك إلى أسباب سبب أخر وهو إعادة بعض نشاطات التي كانت متوقفة أثناء جائحة كوفيد يعود كذلك إلى نمو السكاني تزايد عدد السكان لدفع أن أغلب المؤسسات الصحية لا تتحكم في احتياجاتها سبب آخر يعود لندرة أو لنقول اختلالات التي عرفتها مؤسسات الصحية وهو عدم احترام عديد من المواردين لعدم احترام لأجل تزويد سيدان المركزية المستشفائية بهذه المواد الصيدلانية وعادة ما نطبق غرامات التأخير لردع هذه المؤسسات ويثناء على تجاوز مرة أخرى أجل توريد سيدان المركزية بالمستلزامات الطبية والمواد الصيدلانية في الوقت اللازم اللازم دعم طيب دائما بخصوص يعني أن ندرث هذه الأدوية داخل المستشفيات يعني ما هو ما هي الأصناف أو عدد الأدوية لتم تسجيل تدبذب فيها داخل المؤسسات الاجتفائية وقعت أساسا اختلالات فيما يخص بعض بعض الاختصاصات الحساسة لنضرب مثال في ذلك أمراض السرطان وأمراض الدم وأمراض التخدير والإنعاش في أثناء وفي المرحلة التي عينت على رأس سيدان المركزية المستشفيات وأثناء استضافتي ومروري أمام لجنة الصحة للبرلمان كنت أعلنت على الاختلالات والنقص الذي عرفته بعض كما قلنا هذه المواد كانت من بين 121 مادة سيدانية أو نقول دواء فيما يخص أمراض السرطان كانت تعرف اختلال وندرت في 27 دواء فيما يخص مواد التخدير والإنعاش من بين 14 دواء كانت تعرف نقص 6 أدوية اليوم وبعد المجهودات المبدولة وبعد المجهودات المبدولة من طرف عمال سيداني المركزية المستشفيات قلصنا عدد المواد المفقودة لدى سيداني المركزية المستشفيات ولدى المؤسسات الصحية خاصة فيما يخص أمراض السرطان من بين 27 مادة كانت مفقودة اليوم عندنا تلت مواد مفقودة وهي مواد درون بلاسات يمكن تعويضها ممارسين الصحيين يقدروا يأديوا مهام تحهم ويديروا بروتوكولات العلاج بالنسبة لمرضى السرطان بكل سهولة نتمنى لهم بهذه المناسبة الشفاء العجلي جميع المرضى نعم طيب إذن الندرة هي واقع موجود في الجزائر ما زال ما عندناش اكتفاء ذاتي مئة بالمئة بخصوص خاصة الأمراض المزمنة الندرة هي واقع بالنسبة لجميع الدول بالنسبة لصيدان المركزية المستشفيات كنت قد صرحت فيه أمام صحافة بأن بالنسبة لصيدان المركزية المستشفيات في الحين أنه الندرة هذه قدين عليها الحمد لله أصبحت من الماضي ولكن ما يمكن إشارته إليه أنه كلما كانت الإنتاج الوطني ولكن كانت تزويد المؤسسة الصحية مؤسسة الصحية والسيدان المركزية المستشفيات تزويدها من طرف ممردين أجانب كلما لم نكن في منأة عن اختلال كلما تأثرت رحنا رح نتأثره بكل اختلالات التي تكون تعرض عليها السوق الأجنبية بما أنه مازلنا نستورد العديد من المستلزامة الطبية والمواد السيدانية من الخارج من الخارج طيب بحكم أنه تكلمت سيد فرحات أنه تم التحكم بخصوص ندرة الأدوية والحمد لله لكن بماذا نفسر نداءات اللي يشتغلوا داخل المستشفيات والمواطنين ليجروا لكل مكان من أجل الحصول على الدواء في الحقيقة استغلال سيدان المركزية المستشفيات لنتائج لنتائج جميع طلبيات إليزابر دوف كيانون تيلانسي دونك مكن سيدان المركزية المستشفيات من اقتناء 643 مواد سيدالانية هذا الاقتناء اللي يبدأ في حوالي شهر أكتوبر ومتد إلى غاية الشهر الماضي مكن سيدان المركزية المستشفيات من ضمان إمدادات التحى من ضمان عزيز وتدعيم مخزونات التحى من تدعيم ومخزونات صيدالية المؤسسات الصحية نداءات التي كانت نسمع بها بين الحين والآخر الحمد لله ما راناش نسمعون بها في الأيام الأخيرة اليوم تجاوزنا هذا المرحلة ورانا نتكلموا حتى مع المؤسسات الصحية ولا الممارسين الصحيين رانا نتكلموا اليوم ما راناش نتكلموا على الندرة ما راناش نتكلموا على الأدوية الخاصة بمرض سلطان ولكن الممارسين الصحيين يتكلموا اليوم على المواد المبتكرة رانا اليوم نحقنا للمواد المبتكرة هنا نحقنا لبرودوين إينوفون ليعلم سادة مشاعدين بأن الصيدالية المركزية للمستشفيات والسلطات العمومية لم تبخل لم تبخل بالرغم من غالاء هذه الأتمان هذه المواد رصدت أموال باهدة لاقتناع المواد الصيدالانية وهي 30 مادة 28 منها مخصصة لأمرض سلطان يعني أدوية مبتكرة أدوية مبتكرة الدولة والسيدة المركزية المستشفيات تضع بين يدي الممارسين الصحيين أنجع الأدوية لوضعها وليستعمالها لمعالجة المرضى داخل مؤسسة الصحية الحمد لله مجهودات قامت بها السلطات العمومية من خلال سيدة المركزية المستشفيات واليوم الحمد لله بشهادة الممارسين الصحيين بشهادة أولياء المرضى مجهودات كبيرة قمنا بها والحمد لله نقدر نقول اليوم أننا قضينا على هذه الندرة ولكن الحادر مطلوب حادر مطلوب وإن شاء الله نكون بالمرصد لأي طريق نعم طيب بحكم أنه حاليا ما فيش ندرة هل فيه خطة عمل يعني تم رصدها للاعتماد عليها من أجل ضمان ديمومة توفير الأدوية لكل مصالح الاستشفائية بالفعل خطة عمل تم رصدها وعلى أسسها استعمال رقمانة قد جاء سيد وزير الصحة الحالي بمشروع سنة الطلبية الإلكترونية اللي بدنا تشغيله ابتداء من 3 أفريل من شهر الماضي والحمد لله أعطى النتائج دعوه اليوم سنة الطالبيات الورقي لا وجود له في المساحات أو في المؤسسات الصحية عن طريق هذه السنة الطالبيات سنتمكن من الولوج مباشرة في مخزونات المؤسسات الصحية سنتمكن كذلك في احتياجات المؤسسات الصحية اليوم ستكون لدينا الأرقام الحقيقية في المؤسسات الصحية ستكون عقلنا في المؤسسات الصحية في المؤسسات الصحية لا تستطيع اليوم تتجاوز ما تحتاجه من طالبيات الحمد لله سنتمكن عن طريق سنة الطالبيات الالكتروني من التحكم في كذلك في المنتوجات الآيلة إلى انتهاء الصلاحية آخر في الشيطة يحدث لدينا الأمر وشيط المؤسسات الصحية ومسؤولي المؤسس الصحية يتكلمون змان BM لتوقع الناس بين المؤسسات الصحية تم طلب ثوいました لمدة ثلاثة اللهم ولا مثل وملا infinity سوف نحاول طالبه إلى مؤسسة صحية في إطار المساندة بين المؤسسات حتى يجيب هذه المادة من عند زميله مسؤول المؤسسة المجاورة ومؤسسة عبر التراب الوطني نعم طيب تكلمت بخصوص الإحتياجات ما هي الاحتياجات الوطنية لمختلف المستشفيات عبر القطر الوطني وكيف يتم تحديد هذه الاحتياجات؟ الاحتياجات يتم تحديدها اليوم انطلاقا من طالبيات التي تعبر منها الاحتياجات التي تعبر عنها المؤسسات الصحية يتم تحليلها تحليلها ووضع الاحتياجات الاحتياجات هذه الاحتياجات لابد من تكون من طرف وزارة بلغة الأرقام عندك يعني الرقم شحال احتياجات الوطنية؟ الاحتياجات الوطنية رأي حول 120 مليار دينار جزائري نحن بالنسبة للمخزونات التعناه عندنا رأينا في المخزون ستوك أنكور مخزون قيد الاستغلال عندنا مخزون تاع 37 مليار دينار جزائري بالإضافة إلى المواد التي رأيها في المخزونات التعالي المؤسسات الصحية وعندنا مخزون استراتيجي ليغطي مدة ستة أشهر ستة أشهر وعندنا مخزون نجدة لمدة 3 شهر ومخصص لحالات خاصة نعم كم صنف من الدواء ومستلزمات يعني شبه صيدلين لديكم في المخزون؟ راه تفوت 1700 صنف بينها دواء ومستلزمة طبية والمواد الصيدلينية المشعة نعم يعني نسبة التغطية كم بلغت؟ نسبة التغطية تفوت سنة تفوت سنة تفوت سنة الحمد لله نعم طيب بخصوص دائما تلبية الطلابيات الخاصة بالمستشفيات الكثير يعني من المستشفيات تشتكي من تأخر تلبية الطلابيات وسوء التسيير وحتى تقاعس بعض الإداريين ماذا يرد المسؤول الأول على المركزية الصيدلينية؟ شوف أنا التحقت كنت في وزارة الصحة عمل بوزارة الصحة نعم وتعرف يعني كل هذا والتحقت بالصيدلين المركزية للمستشفيات عندها في سنة 2001 مارس 2001 وفي الحقيقة أنا مندهش لمستوى لإطارات المتواجدة على مستوى الصيدلين المركزية للمستشفيات إطارات كفأة لبس بها وكل مكلفون ومسندوا إليه مهمة من المهام يؤديها على أحسن وجه هذه الإطارات تتأثر بطبيعة الحال بالخارج تتأثر بالندرة اللي رأي في الخارج هي السيدان المركزية للمستشفيات ما رهيش في منأة عن كل المؤثيرات الخارجية نعطيك ميتار ربما إلا كانت إلا كان بعض الموردين إلا مورد كان التازم باش يورد مادة من المواد في تاريخ ما وتأخر عن دنب الإطار في هاتشان هنا أنا وقفين على هذا الأمر ولكن بعض الموردين سامحهم الله قد كما يقولون شنبولي تول بروغرام لابسيانش نعم طيب كم تستغرق مدة تلبية طلبية شوف طلبية المؤسسات الصحية دورك في الحين من خلال سن طلبية الإلكتروني ما تفوتش يومين يومين عندنا كل وسائل وعندنا ما فيه الكفاية من الخبرة باش نلبي طلبية في يومين في يومين المؤسسات الصحية ربما راح من ننبيهاش بمئة بالمئة نعطيك نكشف لك شسر سيدي تفضل عادة عادة نتصل بالمؤسسات الصحية باش نجي تاخد طلبية تحهم اوه ما تجيش احنا بالفعل عندنا الوسائل تانا احنا يا عندنا مخزن المركازي نحول المنتوجات تانا موات تانا نحو الملاحق ولكن المؤسسات الصحية هي اللي جي باش تقتني الموات الصيدانية تحها اه ما فيه اسبوع 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 ماضى في اسبوع ماضى كان تصل بيه احد اطارات كان متوجد فيه مهمة خاصة في احد الولايات اشتكى من ندرت بعض المواد بعد بعد اصبنا بالمواد موجودة وكنا قد تصلنا به كتابيا باش يجي ياخد المواد بتاعوا ما جيش دا وراه الدنب وراه الدنب بتاع صيدان المركزي المستشفائيات نعم كذلك للأسف هناك ظاهرة موجودة يعني داخل المستشفيات الجزائري يعني سمحهم الله بعض يعني اللي يشتغلوا داخل المستشفيات يعني يتلاعبوا بالدواء يعني كاي اللي يسرق الدواء كاي اللي يقوم باعادة بيع الدواء يعني في السوق الموازية كاي اللي يقول المريض ما كاش دواء روح بحث عنه هو موعد يبيع له الدواء يعني كيفاش تقضوا على الظواهر هذه السلبية يعني حتى صحة المواطن ولا يتلاعبوا بها عن طريق سند طلبية الإلكتروني رح نقضيه إن شاء الله على هذا الظواهر إذا كانت موجودة هذه الظاهرة رح نقضيه عليها إن شاء الله لأن عن طريق سند طلبية الإلكتروني كانت تتبع تعد دواء تتبع دواء عندما عند ولوجيه إلى المؤسسة الصحية بعد عند انتلاقه إلى المصلحة وبعد عند انتلاقه واستعماله من طرف عن طريق المريض كانت تتبع كانت ترصى بيلة إن شاء الله تلقينا بعض الريزيستانس ولكن احنا ماضين إن شاء الله في إنجاز كان مقاومة كان مقاومة ولكن ماضين في إنجاز إن شاء الله مشروع سيد الوزير ورح نطبقه من أوليه إلى آخرين ما رح شرنا تردد في تنفيذ هذا الحمد لله رغمه مشروع الآن ولكن رغمه مشروع مجسد الحمد لله ونتيجته ورح تبعه إن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله مشاهدي ومتتبعي قناة نهار النقاش مازال متواصلا مع المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات استراحة قصيرة ثم نواصل النقاش حقبنا الآن وموضوعنا اليوم يتعلق بتوزيع الأدوية على مختلف المستشفيات على القطر الوطني من خلال استضافة السيد سمير فرحات المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات أهلا ومرحبا بك مرة ثانية بعد ما تكلمنا ربما على ندرة أو تذبذب الأدوية وتأخر في تلبية طلابيات مختلف المؤسسات الاستشفائيات تكلمت في الأخير بلغة الأرقام الاقتصاد هو لغة الأرقام ومن أجل توضيح أكثر يعني للمشاهدين الأكارم ما هي نسبة أو عدد الأدوية التي تم اقتنائها سنة 2023 بالنسبة للمدة الممتدة بس في البرنامج دعنا كنا كنا بشرنا ابتداء من أكتبر 2022 استغلال جميع طلبية العروض والاستشارات ممكن صيدلين المركزين المستشفيات من اقتناء 643 منتوج صيدلاني دواء هذا المنتوج هذا الدواء وضعت تحت تصرف جميع المؤسسات الصحية من بينها 8078 منتوج محليين أي بنسبة 44% و 386 منتوج مستورد أي بنسبة 56% هذه 643 دواء تم اقتنائها بعد إمضاء العقود كنا قد مضينا 138 صفقة و 14 عقد ناتج عن استشارات و 8 عقود ناتج عن شراء المباشر يعني هذه الإجراءات هادية أفضت إلى إمضاء هذه العقود واقتناء كل هذا العدد لبعث به من المواد الصيدلانية الذي يمكننا من تعزيز مخزون صيدلان المركزين المستشفائيات تعزيز مخازن المؤسسات الصحية و كذلك وضع هذه المنتوجات تحت تصرف الممارسين الصحيين و تمكين المواطن و تمكين المارد من أحسن و أنجع العلاجات نعم سي فرحات 643 دواء تم اقتناءه ربما لما يسمع المشاهد يقول لك يعني كمية قليلة كيفش تكفي يعني 643 دواء تكفي يعني كل المستشفيات الموجودة 58 ولاية 643 نوع من الأدوية ولكن كميات كبيرة كبيرة كميات كبيرة يعني وزعت على مختلف الملاحق تابعة لصيدل مركزين المستشفيات و هي متواجدة عبر الترب الوطنية عندنا ملحقة وهران ملحقة عنابة ملحقة الجزير العاصمة ملحقة بشار و ملحقة بسكرة هذه الملحقات تباشر توزيع هذه المواد الصيدانية عبر جميع المؤسسة الصحية المتواجدة عبر الوطن و هي مزودة بالكميات الملائمة نعم بخصوص نعود للك الأمراض المزملة لأن هذا الفئة من المرضى يعانوا كثير سواء في المجتمع أو حتى داخل المؤسسات الاجتشفائية هل طمأنهم بأن الدواء موجود وش تقدر تقولهم لرسالة التي توجهها لهم هي ما هيش رسالة طمأنة ولكن هذا واقع واقع نحن نعبر على الواقع بالنسبة مثلا لأمراض السرطان عندنا 16 مليار دينار جزائري رسدت من أجل توفير المواد السرطان الخاصة بسرطان بالنسبة لأمراض دم مثال ثاني عندنا 10 مليار دينار جزائري يعني 1000 مليار سنتين مخصصة إلى أين جذهب هذا الدواء هذا الدواء يذهب بالنسبة لسيدان المركز المستشفى هذا الدواء يوضع تحت تصرف الأخصائيين من أجل معالجة المرضى حاليا الاستراتيجية التي وضعناها وإذا سنة طلبية الإلكترونية سيقضي على جميع هذه الاختلالات المتوجهة سيمكننا من مباشرة ومتابعة الدواء إلى غاية وصوله إلى المرض إن شاء الله نعم فطورة استراد الأدوية كم بلغت فطورة الأدوية بصفة عامة هي في حدود كانت في 2022 في حدود 104 مليار دينار جزائري بالنسبة للعام الحالي هي في أواخر أفريل 2023 سجلنا مبلغ في حدود 47 مليار دينار جزائري نعم وهو آيل إلى زيادة يعني عندنا رانا باشر إن شاء الله في اقتناء مواد أخرى لرايا إن شاء الله تلحق في الأيام القادمة إن شاء الله عملية متواصلة عملية متواصلة كم دواء يتم يستورادوا من خارج؟ نسبة 60% 40% منتجة محالية منتجة محالية نتكلموا بخصوص يعني كذلك على ظاهرة أثرت نوعا ما على الصيدلية المركزية يعني باش نكونوا منصفين هي الديون المتراكمة يعني منذ سنوات يعني ممكن بلغة الأرقام تقولنا كم وصلت الديون لغاية اللحظة وكيف تتعاملون مع هذا الوضع هي بالنسبة للديون المبلغ في أواخر جوان 2022 كان 245 مليار دينار جزائري السلطات العمومية قامت بمجهودات يعني جبارة وهم مشكورين على ذلك وضعت استراتيجية من أجل من أجل دعم خزينة السيدان المركزين المستشفائيات وبالفعل تلقات السيدان المركزين المستشفائيات لابي سي اش مبلغ 75 مليار دينار جزائري في إطار قانون تكملي قانون المالية تكملي لـ 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023 عندنا مبلغ كذلك تقع 75 مليار دينار جزائري لتخل الخزينة تقع السيدان المركزين المستشفائيات أما باقي المبلغ فهو إن شاء الله رح نتلقاه في عام 2024 الديون الحالية بالنسبة للمؤسسات الصحية هي في حدود 187 مليار دينار جزائري الحمد لله ديون بالفعل هي ديون تتقل لنوع ما كهل المؤسسة ولكن احنا رأنا في إرياحية مالية الحمد لله رأنا في 160 مليار دينار جزائري هي في خزينة مؤسسة ثم تمكننا باش نستورد ونقتني جميع الأدوية ونستلزامات الطبية بكل سهولة الحمد لله ما رأناش نشكهم الموارد المالية يعني قادرين توفروا جميع الأدوية قادرين توفروا جميع الأدوية مثال كانت رصيدة مبلغ 20 مليار دينار جزائري لإقتناء المواد المبتكرة قومنا باستدعاء المواردين هما في عشر مواردين دعيناهم باش يديروا مجهود بالنسبة للثامن الأدوية هذه اللي هي باهضة نوعا ما والمجهود كله الحمد لله بيتقليص هذه الفاتورة إلى 15 مليار دينار جزائري 15 مليار دينار جزائري رصيدت من أجل إقتناء 30 دواء ما هي هذه الأدوية ممكن تعطينا بعض الأسماء لا نقدرش نعطيك الأسماء بسح نعطيك هي 28 دواء خاصة بالأمراض السرطان هي مواد ناجعة بأمراض السرطان ودواء خاص بالريماتيزم ودواء خاص بالسكليروزون أمبلاك تصل بالمتعدد الحمد لله ونحن قادرين أن نوسع هذه القائمة إن شاء الله في الشهر القادمة الحمد لله السلطات العمومية وضعت ورصدت جميع الإمكانيات لكي تمكن صيدنا المركزية المستشفيات من اقتناء الأدوية المستلزمة الطبية المتاحة ووضعيات تصرف الممارسين الطبيين من أجل علاج المرضى لدى المؤسسات الصحية نعم نعود إلى قضية التحكم يعني ربما في المخزون وكذلك تلبية طلابيات إلى غير ذلك هناك ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية يعني منتشرة بشكل كبير لدى العديد من المؤسسات إلى ماذا يعود هذا صفر حد؟ غالبا ما يعود مواد متحدة صلاحية لدى المؤسسات الصحية ما نساوش باللي كثير من تخصصات قد جمدت لدى المؤسسات الصحية أثناء جائحة كورونا لذلك فإن جميع المواد المستعملة أنا ذكر بطبيعة الحالة راح تتقع في البيليمي ما نساوش باللي بعض المؤسسات الصحية قد تتوقف عن أداء نشاط أو تخصص في بعض الاختصاصات ربما يكون عندك طبيب متخصص في أمراض العيون أو أمراض آخر ربما يتنقل من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى راح يشل النشاط هذاك وبالتالي المواد اللي كانت مستعملة عن هذاك ما راح تستعمل نتحدث عن مواد المتاهيات الصلاحية بالنسبة لمؤسسة الصحية نتحدث كذلك عن مواد المتاهيات الصلاحية بالنسبة صيدانيا للمركزين المستشفائيات كنت أعطيت عدد رقم أمام صحافة المكتوبة رقم تحت 300 مليار دينار جزائري 300 طن 300 طن من مواد المتاهيات الصلاحية لدى صيدانيا للمركزين المستشفائيات وما لاحقها 300 طن هادية متراكمة منذ إنشاء صيدانيا للمركزين المستشفائيات منذ سنة 1994 والخطة التي وضعتها صيدانيا للمركزين المستشفائيات هي القهضاء على هذه المنتوجات المتاهيات الصلاحية دفتر شروط روى موجود وإن شاء الله في الأيام القادمة قليلا نجوزه أمام لجنة الصفاقات وما ننسى باللي في الصفاقات تعصدين المركزين المستشفائيات الصفاقات اللي هي عقد إدعان في أبو نود تحتم على الموريدين باش يعاود يركبار ويستبدل المنتوج هاداك أو يعوض الشركة قيمة ما تم تسجيله كمواد متاهدة الصلاحية عديد من الموريدين يحترموا هذه البونود البعض الآخر ما يحترم شهد البونود السيدان المركزية للمستشفيات رح تستعمل حقوقها ورح تتابع هذه المؤسسات أمام القاضاء ورح تقضي على هذه المواد المنتهيات الصلاحية على حساب هذه المؤسسات أو هذه المواردين إن شاء الله ما هي نوع الأدوية لربما تسجل بكثرة نهاية صلاحية دون استعمالها هي عادة تكون أدوية تعمرات نادرة سلطان نعم ليس سلطان تعمر دفتيريا قلت لك تعود تعود غالب المواد هذه لسنوات ماضية من 1994 ونطلب 2022-23 تقلصت تقلصت بصفة كبيرة بصفة معتبرة المواد المتاهيصة ما عندناش ما تقيش مواد المستعملات بينسبة لها مراد سلطان ولا المراد نعم يعني ما تظنش أنه غريب جدا وفيه تناقض سيد فرحات في الوقت نتحدث على الأدوية منتهية الصلاحية المستشفية تشتكي من الندرة كنت تكلمت وقلت لك ربما يكون ناشطة خاصة كوفيد كان كثير من الاختصاصات جمدت دنك ماشي لسوء التسير لا لا ما يكونش فيها ما يكونش فيها سوء التسير سوء التسير وعدم تحكم في الطلابيات أو تقاعص تقاعص ربما ربما يكون جانب من سوء التسير ولكن عن طريق تصالي طلبية الإلكتروني راح نكشف إذا كانت فيها هناك سوء تسير أو لا نعم بالنسبة للمستقبل إن شاء الله راح ما تكونش إن شاء الله هالدائرة نعم كذلك ما لاحظناه في الجزائر أنه الجزائر تعتبر من أكثر الدول استهلاكها للدواء يعني في الجزائر استهلاك كبير يعني للدواء سيطرحات وبالتالي لما يكون استهلاك كثير يكون هناك تبذير ربما يكون استهلاك دواء خارج مؤسسة صحية يعني ولكن في المؤسسة الصحية ما عندناش استهلاك يعني ما كانش إفراط في استهلاك المواد الصيدلانية الحمد لله وعن طريق عن طريق سنة طلبية الإلكتروني راح نشوفو حتى طلبية عن مؤسسة صحية رأيت قلصت الآن الصيدلي لدى مؤسسة صحية ما راهوش يبالغ في طلبية تعو وراهو يقلصها ربما الاحتياجات تعو لمناسبة نعم طيب تكلمت بخصوص يعني الصيدلية المركزية وقلت أنه تأسس سنة 1994 وهي مؤسسة يعني ذاتها طابع يعني تجاري صناعي لكن لماذا لم تلجأ لغاية اللحظة المركزية أو الصيدلية المركزية إلى التصنيع؟ بالفعل كانت هناك بعض المحاولات ومبادرات من أجل توجه للتصنيع توجه للتصنيع ولكن لم تستكمل حنايا بالنسبة للسيدان المركزية المستشفائية بالنسبة لنا الهدف الأساسي هو وضع المواد الصيدلينية تحت تصرف المواطن دون كما دا بينا نتحكموا في الوقت الراهن في تزويد مخزونة سيدان مركزية المستشفائية ومخزونة المؤسسات الصحية بالمنتوجات هذه وإن شاء الله في المستقبل ربما في المستقبل إن شاء الله هل هو المبرمج يعني على المدى القصير التوجه للتصنيع؟ المدى القصير هو مبرمج إن شاء الله عندنا وحدة رأي متوجدة لدى سيدان المركزية المستشفائية راح إن شاء الله ربما راح نبشر فيها تصنيع وربما تصنيع المواد ليكون فيها ضغط إن شاء الله إن شاء الله نعم طيب دائما بخصوص الصناعة المحلية يعني للدواء كيف تقيم بكل صراحة وموضوعية مساهمتها في تزويد الصيدلية المركزية بمختلف الأدوية؟ والله مجهودات جبارة يعني قامت بها الدولة فيما يخص تشجيع التصنيع الماحلي والنسيج الحالي يعني يساهم يساهم بصفة يعني ما نقولوش إنساهم بصفة إيجابية بالنسبة لتزويد المؤسسات السيدان المركزية المستشفائية بالمواد المصنعة محليا عندنا 143 منتوج يقتنى من طرف السيدان المركزية المستشفائية وهو مصنعة محليا وعندنا عقود لنا مرتبطين بالعقود مع مصنعين محليا ونحن نحب نتعامل مع المصنعين المحليين كما كنت تكرت سابقا كلما كان ارتباط تعنا بالخارج كلما كنا فيها شاشة بالنسبة لتزويد كما يقول المنتظم للمواد السيدانية الأمن الصحي الأمن الصحي لأنها سنتأثر بما يتأثر بها بأي اختلال يتعرض له السوق الأجنابية ما يلام عن التصنيع المحلي هو عدم تحكم في تصنيع المواد الخام أي المواد الأولية لابد من نتحكم إن شاء الله ونتمكن وتشجاعة لابد أن تصب في هذا المجال من أجل توجيه المصنعين المحليين وأصحاب المشاريع من أجل تصنيع المواد الأولية المواد التي تدخل في تصنيع المنتجات السيدانية والتي تكون هي أساسية وحساسة بالنسبة للمرضى في الداخل في مؤسسات صحية يعني حاليا هل وصلنا لصناعة دوائية حقيقية أم ما زال المشوار طاول؟ ما زال المشوار ربما ما هو طاول ولكن عندنا كما يقولوا باع كبير في هذه الصناعة السيدانية وعندنا تجربة وعندنا خبرة وأنا كنت تنقلت بالنسبة لدولة إفريقية ونظروا الجزائر نظرة محترمة فيما يخص المنتجات ومهتمين بالمنتجات السيدانية الجزائرية خاصة بالنسبة للمطابقة تحالى ونظن بأننا رأنا في مرتبة مرموقة من بين دول عربية فيما يخص الإنتاج السيدانية ربما رأنا في المرتبة الثالثة أو الرابعة كآخر سؤال سيد فرحات ما هي مشاريعكم المستقبلية؟ مشاريع المستقبلية هي فيما خص هيكل سيدان المركزي المستشفية إعادة الاعتبار لريابيليتاسيون تحال الهيكل الخاصة بالتخزين من توجات السيدانية راح نعود لها كلها تحالنا راح نعزز تسير تحالها ونعطي قوة جديدة عن طريق عصرانة تسير والرقمانة ورح إن شاء الله نبدل جميع المجهودات إن شاء الله باش نكون فيها تزويد منتظم المواد السيدانية هي أول وآخر مشاريع تنا هي رقمانة القطاع بصفة كلية إن شاء الله نعم كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة نشكر جميع عمال السيدان المركزي المستشفية للمجهودات التي قاموا بها والتي ممكنتنا باش نقضي الحمد لله في الوقت الراهن على الاختلالات التي كانت سابقا وندعوهم لمزيد من المجهودات إن شاء الله لأن الخدمة عنارة هنا بيلا وهي خدمة المواطن وخدمة المارض السيد سمير فرحات المدير العام للسيدانية المركزية للمستشفيات شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وحظ موفق لك إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج 52 دقيقة اقتصاد أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة